بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك واني تريكم نتيسا موز وجمادة الأولى موكو الفموديا مينة أربعين موديا في كدرسة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحيمه الله تعالى الشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى لينزا كتك كككاوكي لتوحفة باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية ركسوما دليل يلويتاج الإمام المجدد رحيمه الله ياكوانزا أتكم لنغه مما يليز العلامة الفوزان حفظه الله تعالى نليو بإذن الله وإنجيكت كدليلي يبيلي ليتاج الإمام المجدد رحمة الله عليه قال وقوله الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء تمام الآية وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا الظنين بالله ظن السوء ونغم ذنية الله سبحانه وتعالى ظن أنبايا الظنين أي المسيئين الظن بالله من المنافقين والمنافقات ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء ونغم ذنية ذننبايا الله سبحانه وتعالى كتك ونافق وومك وواكي ظن السوء بفتح السين وضمها ظن السوء وظن السوء أي ظن الأمر السوء وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمنين كم ذنية الله سبحانه وتعالى ظن بايا نظن بايا ها فنقوا ايتي الله سبحانه وتعالى هاتم نصور تمواكنا ووميني عليهم دائرة السوء أتوفيك يواو مجيوك أوليهم بايا دائرة العذاب والذل لازمة لهم لا تتخطاهم ظنقكم بايا وعذاب موذلليف أتولزيم وتهاوى دائما هوت وواجه تينجوا ياك وغضب الله عليهم مأ الله وكسركي ولعنهم مأ ولعن الله سبحانه وتعالى ولعن وتهاوى وأعد لهم جهنم مأوان للي جهنم وساءت مصيرا نهاي مريه موفك بسا وغضب الله عليهم ولعنهم اي سخط عليهم وأبعدهم من رحمتهم الله سبحانه وتعالى أمي وكسركي وتهاو نكوى وكمباد نكوى فكوزا نرحم زاكي وأعد لهم أي هيأ له في الآخرة نمت كمهوي الله سبحانه وتعالى أمي واندلي كش آخر جهنم أي النار الشديدة العذاب موتوا أنباو عذاب ياكي نكالي منه وساءت مصيرا أي منزلا يصيرون إليه يوم القيامة المعنى الإجمالي للآية يقول تعالى على الذين يتهمون الله في حكمه الله سبحانه وتعالى أسيما كتك أي آية زموم زهاية أكي وزموم زيوالي ونوم تهوم الله سبحانه وتعالى كتك حكم زاكي كتك قدر أن يبديش الله سبحانه وتعالى ويظنون أنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه على أعدائهم ولونا وذنيك و الله سبحانه وتعالى هاتم نصور متمواك صلى الله عليه وسلم نما صحبواك نوفواس وننفواك متموا سلم يويا ما دويزاه ولونا وذنيك و الله هاتم نصور دائرة العذاب كوواو نمزنقكم بايا وعذاب تكروفات وأبعدهم الله من رحمته ناء الله أتوكم بادي وتكمها ونرحم زاكي بادي وهيأ لهم في الآخرة نارا يصيرون إليها هي الشر ما يصار إليه ناكوان لديك شآخرا موت وجهنم نديري تكوا مشووو نسيمه نياشار kabisa كمتو كنشية حكونا مالipabaya كما كنشية ndani موتو وجهنم Na Allah subhanu wa ta'ala Ambaini mdiuzi wa kila kitu Aliyawumba motu wa jahannam Asema Wasaat masira Nimaregie wa mabaya kabisa Kwa mtu kumangukia Ndani ya motu wa jahannam Kusababu Ndani ya motu wa jahannam Kuna athabu Yeni kudumu walayadhu billah Faduquu Falan nazidakum Ila athaba Watu wa mtuoni Kila siku ziki sungambele Ili athabu ya motu Yazidi haipungui Falan nazidakum Ila athaba Bari mtu wa jahannam Allah subhanu wa ta'ala Kullama athabat Zidena hum sa'ira Ndani ya motu wa jahannam Athabu Yeni kuendelea Itafikia kiasi mpaka watu wa mutoni Watakata tamaa kabisa Kuwa hakuna tena rehma hapa Ndiyo kaona Allah subhanu wa ta'ala Kiwazo mzia watu wa mutoni Kuwa watawaita Hupumziki kutukamana na athaba Jawabu Itakalukuja ni kuwa Kala Inakum Ma kithumi Mtakaa huko milele Na hili litazidi Kuwakatisha tamaa Kuwamtu wakamilele Ndani ya motu wa jahannam Walayadhu billah Na Allah subhanu wa ta'ala Akieleza Ndani ya motu wa jahannam Kuwa wale watu Wa mutoni Watakabukua Ndani ya motu wa jahannam Na athabu Imewazidia Sana Pia watawaita tena Malaika Na kuwaomba Kwa kuambia Uduu Rabbakum Yukhafif anna Yowman min al-adha Waqal Al-lazina Fii nari Likhazanati jahannam Uduu Rabbakum Yukhafif anna Yowman min al-adha Hakuna ki tuki kubwa Mbatu tuki yomba Watu wa mutoni wa munbiya Malaika Mismamizu wa mutu Awa lemalaika Wasmamizu wa mutu Uduu Rabbakum Mumbini mulawini Bima na wawami katatamakum Mumba Allah subhanu wa ta'ala Mpaka wa munasibisha Allah subhanu wa ta'ala Kwa malaika Hata wa jinasibishi wawu Sambu Allah ni mulawawu Pia liwa umba Uduu Rabbakum Kitu gana Na chuki yomba Yukhafif anna Yowman min al-adha Asitu ondolea Athabu Atukhafifishie Siku moja peki yaki Siku moja peki yaki Siku moja Tu atukhafifishie Ile athabu Takfiftu Kidogo Yukhafif anna Yowman min al-adha Kiasigiani Mpaka hawaombi Kuondole wa athabu Waomba Takfifu Kidogo Siku moja Katika maisha yao ya Ndani ya moto wa jahanna Miamilele Waomba Siku moja Angalau Isiondolewe athabu Ipunguzwe Tukidogo Lakini Jambo kama ilo pia Hawata lipata Sasa Ukisikia Allah subhanu wa ta'ala Kisema Wasaat masira Wallahi Nima kazi Mabaya Liyudi Lakini Wengi Katika Sisi Tuku Katika Ghafla Wengi Katika Sisi Tuku Katika Ghafla Sallallahi Yahdiyana Jamiyana Munasabatul Ayat Lilbab Anna Fiha Anna Man Danna Anna Allaha La Yanzur Hizbahu Ala Aadai Fakad Danna Bih Danna Saw Yoyote Yule Ani Dhaniyak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hata Linusur Kundi Laki Dianbu Anbanu Allah Amili Yehidi Alif Hati Hini Ahadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kua Atawanusuru Tumewake Nawale Wali Wamin Pamud Yen ظن مبوف ما جامو كمهيلي نكينيو من توحيدي المسلام ما يستفاد من الآية أولا التحذير من سوء الظن بالله ووجوب حسن الظن به تبتهى ذريشو كتكهي آية كوانا ظن مبوف نالله سبحانه وتعالى نأواجيب وكوانا ظن نزور نالله سبحانه وتعالى نمؤمن لأنه تكيكان أيش نتفاول دائما أم ظن نزور الله سبحانه وتعالى كتك كلا جامب لك na hili jambu mtu kusalimika nado la kundhania Allah ظن نمbovu mtu weza kuliona ni jambu sahali lakini wallahi ni zito sana wengi katika watu uteleze wakamdhania Allah subhanu wa ta'ala ظن نambaye wenda mtu wakapata mtihani kidogo tu akatikiso katika ule mtihani rafle ukimtizama ule ukweli wake mdani ya mwe wake ajiju wa mnyewe kuwa kuna chembe-chembe za vanna mbovu kwa Allah subhanu wa ta'ala kwa kuwa mipato na mtihani lakini hii mtihani ni jambu la kawaida Allah subhanu wa ta'ala huwa onjanalu wajawake haswa kila unja akiwa amishkili ya zaidi dini yake Allah subhanu wa ta'ala nandiyumana ikawa ashaddu nnas bada al-anbiya watu ambawwana mitihani zaidi na huwa onja zaidi nimitume mitume wa Allah alayhimu salatu wa salam fa mojanakuwa wa wawani vipenzi vya Allah subhanu wa ta'ala wa wawani wa wali ukaribu zaidi na Allah subhanu wa ta'ala kini Allah subhanu wa ta'ala awawanja zaidi thumma al-amthal fal-amthal kila anajifana nisha zaidi na mitume atapata zaidi mitihani sa sanijuyaku uenahusna vannina Allah subhanu wa ta'ala fa ma vannukum birabbil alam kila mmoja jitizami mwewaki na tubiyy daimak wa Allah subhanu wa ta'ala asiyyaka wa yu teleza katika kum dhaniya vibaya Allah subhanu wa ta'ala niwajib kwanahusna vannina Allah subhanu wa ta'ala ثانيا annaman dhan an allaha la yun sur rasoolah wa dhinah faqad dhan bihi dhan saw yoyote anay dhaniyak wa Allah hatam nusurum tumewake na hatay nusuru diniake basihuy amim dhaniyya Allah dhan nbovu dhan yaki dhinga dhan jahiliyya kwa hudshundi muslamu kutu kama nabhan kamahiyya thalitha wazhullahi bihanahu yagbabu wala aadhai wailanuhu katka hii aya kwa hudshundi sifya Allah subhanu wa ta'ala kwa hudshundi kya nakuwa la'ni ma duizaki Allah wa kasi kya nakuwa gabibikiyya ma duizaki bali huwa la'ni ma duizaki wa gabib Allah wa lihim wa la'anahum wa a'adda la'hum jahenna wa saha mazira rabihan bayan wa'aqibati kufari wa'almanafiqin Allah subhanu wa ta'ala katka hii aya atubaynishiyya mushum baaya wa makafiri na wanafik kwa mushuwao ulimjiwukum baaya utawfikiya wao na Allah subhanu wa ta'ala atawagabikiya nakuwa kisirikiya bali nakuwa na kuwa andalia mtu wa jahenna na kuwa makazi yao haya ni mabovu na marigio haya ni mabaya liyoji hindi usihimu wa ta'kauka kufar na wanafik waluhiyatu billah hizi ni baadhi ya fawaid zinazopatikana katika hii aya kisha muandishi rahimahullah akamaliziyya kukutaja manainu nafis jidden manainu iliyuna fayda kubwa sana ila alamatu imam ibnu alqaymi rahimahullah ta'ala katika kuyyeleza ayakwanza iliyutajwa katika manguhu yadonnuna billahi ghayra alhaqq wadonnal jahiliyya manainu haya insha'Allah wa ta'ala kukudja kuyyeleza katika kikau kita katika kukudja biidhlillah naktafi biadr alqadr waluhu ta'ala a'alam subhanakallahumma alhamdik ashad wa la ilaha illa anta astaghfiru wa atubu uleyk wa barakallah fi kikau